ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وشكيب بن موسى سفير مغرب بفرنسا في استقباله نجلة الفقيد وولي العهد الأمير جون دورليون بعد ذلك جالس ولي العهد موليل حسن في الصف الأمامي للشخصية الحاضرة إلى جانب الملكة صوفيا عاهلة إسبانيا والأمير ألبير ديموناكو وتميزت هذه المراسيم التي جرت في جو مهيب والتي حضرها عدد من أعضاء الأسر الملكية والأميرية بالإضافة إلى تلاوة كلمة تأبينية بصلاوات وادعية وترانيم دينية تؤدى في مثل هذه المناسبات عقب ذلك قدم أعضاء من أسرة كونت باريز الذي وافته المانية في 21 يناير الماضي عن سن ناهز 85 سنة شهادات أشاد من خلالها بمناقب الفقيد وبخصاله الإنسانية والأعمال النبيلة التي قام بها طيلة حياته نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر